جورج بنسون، النجم الأمريكي الشهير في الموسيقى العالمية، عوضح خلال هذه الندوة الصحفية التي عقدها في إطار مشاركته في الدورة الحالية لمهرجان موزين قاعة العالم، أن الحفل الذي أحياه ليلة أمس رفقة الأوركستر السامفونية الملكية بمصرح محمد الخامس بالرباط، يريده تكريماً لروح أسطورة الجاز الأمريكي نوتكينج كول. وحسب بنسون، فإن نوتكينج كول كان نجماً شعبياً وأيقونةً للثقافة الأفروأمريكية. وحول مهرجان موزين، فإن هذه التظاهرة كانت بالنسبة لبنسون فريدة لاعتماده على أداء ما اعتبره كبار الموسيقيين في الأوركستر السامفونية الملكية ذات القيمة العالية والخبرة الكبيرة.